السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم دوازة يخفيف ضريف بدون فرن كي يجي رائع جدا فلو تتعرفوا معي الطريقة التحضير دياله معليكم الا تابعوني الى الاخير ولا اعجبكم هذا الفيديو لا تساونيش مني لايك تعليقاتكم وتشجيعاتكم لي بالبخطة جديد الفيديو مع الاهل والاحباب وكذلك ما تنسوش تابعوني على الانستغرام اتفل هذا الفيديو في صندوق الوصف ونبدأوا على بركتي الله هنا عندي جوج العلب من البيسكوي هذا البيسكوي اللي كيتباع اللي كتكون كل علبة فيها 15 قطعة وممكن تعوضوا باي يعني اي بيسكوي كيعجبكم ممكن تديروه فهنا عندي مئة وسبعين جرام كل علبة فيها خمسة وثمانين جرام اي ما يعديل مئة وسبعين جرام من البيسكوي نضيف لها مكسرات اللوز محمر ومهر مشوية شوية ديال الكاجو وشوية ديال القرقاء غير شوية شوية نحاول نخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم وفنفس الوقت نقوموا بهرس البيسكوي ثم من بعد كناخد 150 جرام من شوكولة من نوعية جيدة الخاص بالحلويات يكون من نوعية جيدة كنضيف لي قطرات من زيت نباتية وكندخلوا الفران على درجة حرارة مياح حتى يدوب شوية متو ما ممكن تدوبوا في الباماريك كي يبقى لكم الاختيار من بعد كناخد نسكس ديال الحليب كنضيفها الشوكولات اللي طيبتها مزيان وكنضيفها الشوكولات حتى كنحطو على هاد السلسة هادي ونقوموا بوضعها على الخالط وهي ساخنة حتى تكون السلسة سخونة وحنا سنوضعها على البيسكوي ونخلط مزيان حتى يلبس هاد البيسكوي مع المكسرات جيدا بالشوكولة اشتركوا في القناة 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 الثم استذيب التوم نضيف تقريباً واحدة ثلاثة سينين قبطة القصرون نزيد ملحة تحمير ملحة قصبرية سكينجبير إبزار نسمع القا الخرقوم البلدي او القرقوم شعيرات من الزعف رنش عرا والقليل ما القرفة ما يعديلوا حضرة يعني ربع مع القا ولي عندكم القرفة عواد كان احسن واحد الوريقة ديال موسى او ورق موسى وكنضيف الماء بارد وغادي نغطي على الطنجرة وغادي نوضعها فوق النار بنسبة لما البنات كنضيف كيميا مهمة من الماء لان كما كتعرفوه فالكرعين رتيشربو الماء وغادي نغطي على الطنجرة نحطها فوق النار كتغلي نضيف لها شوية ديال زيت زيتون فقط القليل لان الكرعين رفيهم واحد ليدام تقريبا واحد جمعة الكبار فقط وغادي نسد عليها غادي نخليها ثلاثين دقيقة بالنسبة للوقت زيال الطياب البنات ركي يختلف را كل كرعين عندهم توقيت فخليتهم انا هنا ثلاثين دقيقة طابوا هنا عندي كاز ديال حمص مرقد وعندي شوية ديال زبيب اللي غسلته وضعتوه في هذه الشبكة هدي هنا بعد ما مرات ثلاثين خمسة وثلاثين دقيقة صافي الكرعين ديالنا تقريبا نره ما توقف هنا غادي نوضع الحمص ثم غادي نحط للزبيب هنا كما كتشوفه غادي نضيفه شوية ديال الماء يعني ما غلي كما كتشوفه غادي نغليه من قبل غادي نضيف القليل حمص حتى هو كياخد كمية من الماء وغادي نضيف الزبيب اللي حطيته في هذه الشبكة وغادي نسدي على الطنجرة غنخليها ثلاثين دقيقة من عشرين حتى الثلاثين دقيقة على عافية دائما العافية اللي بنا تكون متوسطة ما تكونش طالعة سافي غادي نغطي عليها حتى كالطيب وغادي ننزلوها في صحة متقديم ونرجع معكم مهمة مهمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر